اشتركوا في القناة وما أن نتعلمها من خلال حديث جبريل عليه السلام إذن أهداف هذا الدرس يتوقع عند نهاية الدرس أن أتعرف حكاية زيارة جبريل عليه السلام إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدد أركان الإيمان كما ذكرت في حديث جبريل عليه السلام أدرك أهمية الإيمان في تسكية نفسي وتوجيه سلوكي إذن هذه هي أهداف هذا الدرس أوظف مكتسباتي من صورة قاف أستحضر من حفظ الآيات من الآية 31 إلى الآية 35 من صورة قاف لأستخرج منها جزاء المؤمنين الصادقين إذن هذا مسألة لقد تمكنتم من الدرس السابق لذلك عليكم أن تستخرجوا هذا المطلب بين يدي الحديث الشريف كان جبريل عليه السلام يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال صحابته الكرام أمور دينهم بأساليب مختلفة فكان يأتيه في صور مختلفة يسأله عن دينه والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه رافعا صوته حتى يسمع الحاضرون أو يدارسه القرآن في مواقع مختلفة أو ينزل عليه بآيات جديدة طيلة مدة نزول الوحي ما كان موضوع حديث جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كما سوف نرى من خلال الحديث كان موضوع حديثه عن الإسلام والإيمان والإحسان وكذلك كان هناك حديث عن يوم القيامة عن الساعة يعني يوم القيامة هذا موضوع جبريل كما سوف نرى من خلال الدرس ما الأسلوب الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة أركان الإيمان إذن الأسلوب كان هو أسلوب سؤال جواب يعني كان أسلوبا حواريا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام أستمعوا وأقرأوا الحديث الشريف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخديه تنتأمل معي هذا المشهد يعني جاء هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر صفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته يعني تخيلوا معي هذا المشهد ركبة هذا الرجل الذي هو شبريل عليه السلام ملتصقة مع ركبة النبي عليه السلام ووضع كفيه على فخديه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن توتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ما معنا هذا الكلام ما المسؤول عنها من الذي سئل عنها يعني المسؤول عنها هو الرسول الذي طرح عليه السؤال طرح عليه السؤال أخبرني عن الساعة الساعة هي يوم قيامي هو تاريخ قيامي القيامة هو الساعة يعني ساعة قيامي يوم القيامة يعني هذه هي الساعة إذن قال ما المسؤول عنها المسؤول عنها من هو المسؤول عنها يعني الذي طرح عليه السؤال من الذي طرح عليه السؤال طرحه جبريل طرحه على من على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن المسؤول عنها هو رسول الله ما المسؤول عنها بأعلم من السائل بأعلم من السائل يعني المسؤول عنها الذي هو رسول ليس أعلم من 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 السائل من هو السائل السائل وجبريل يعني انتبهتم معي إذن السائل وجبريل إذن هنا رسول الله يخبره يعني الغرض من هذا الحديث ماذا؟ يعني هو أمام الصحابة رضوان الله عليهم إذن رسول الله يخبر الصحابة بأنه هو وجبريل لا يعلمون الساعة إذن لا أحد يعلم وقت قيام الساعة قال فأخبرني عن آماراتها إذن الساعة لا يمكن أن نعلم وقتها إذن هي خصيصة من خصائص الله تعالى هو الذي يعلم وقتها إذن قال فأخبرني عن آماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاتة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبتت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذن هذا الحديث أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وجواب الإيمان بإتبات قدر الله إذن هذا هو حديثه يعني هذا الحديث المشهور يعني هو حديثه جبريل عليه الصلاة وعليه السلام إذن أتعرف الحديث وأتدبره أستعين بقاموس الأعلام الموجود في نهاية كتابي لأعرفه بجبريل عليه السلام وبعمر بن الخطاب رضي الله وحنهم إذن لأتذكر أيضا بنبدة مختصرة عن الإيمان مسلم إذن نرى القاموس الموجود في نهاية الكتاب إذن كما تلاحظون هذا هو تراجم الأعلام نقاموس الموجود في آخر الكتاب إذن عمر بن الخطاب إن هو عمر بن الخطاب هو أمير الممينين عمر بن الخطاب الصحابي الجليل ولد بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة عشر سنة كان ذا شخصية قوية مهيبة اتسعت الفتحات الإسلامية في خلافته ففتحت جيوش المسلمين مصر وبلاد الشامي وبلاد فارسة توفي سنة ثلاثة وعشرين للهجرة متأثرا بطعانات رجل يدعى أبا لؤلؤ ودفن في الروضة الطاهرة بجانب الصديق رضي الله عنهما الصديق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما إذن هذا عمر بن الخطاب كذلك المطلوب منه أيضا معرفة الإمام مسلم إذن الإمام مسلم هو أبو الحسن مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري أحد أئمة الحديث وإمام محدث بحاتة علامة اقتفى أترى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولد سنة مائتين وستة هجرية وتوفي سنة مائتين وواحد وستين هجرية أخذ عن أحمد بن حنبل وإصحاق بن راهويه وتتلمد للبخاري ووضع عدة كتب في الفقه والحديث عرف منها الصحيح الذي يجتمل على سبعة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين حديثا بالمكرر وأربعة آلاف بحد في المكرر أقرأ وأفهم معاني الكلمات والعبارات طلع علينا أي دخل علينا ونحن جلوس طلع علينا يعني دخل علينا ونحن جلسون بالقدر القدر بما قدر الله وقضى في أحوال عباده الساعة كما قلت سابقا هي يوم القيامة أماراتها يعني علاماتها العالة العالة هو الذي يسترزق الناس في مأكله ومشربه وملبسه إذن يكون عالة على الناس فهو يعني ليس له مأكل ومشرب وملبس ويسترزق الناس في كل هذه الأمور يتطاولون في البنيان يتطاولون في البنيان بمعنى أنهم يتنافسون في بناء البنايات الشاهقة أتعرف مضامين الحديث أتعرف مضامين الحديث ما أوصاف الشخص الذي طلع على الناس وهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الرجل كان شديد سواد الشعر وشديد بياض استياب لا يورى عليه أتر سفر ولا يعرفه من أحد لا يعرفه أحد من الجاليسين لا يعرفه أحد على الإطلاق يعني ليس من الجاليسين فقط كيف جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن جلس وضع ركبته على ركبته رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن الساعة أي عن قيام القيامة يوم القيامة بما أنه لا يوجد هناك جواب على هذا السؤال سأله عن الأمارات عن أماراتها هل كان الناس يعرفون السائلة؟ لم يكن الناس يعرفون السائل يكون الناس يعرفون السائل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف السائل نعم كان يعرفه ما علامة ذلك في الحديث ما علامة ذلك في الحديث يعني يمكن أن نعود إلى الحديث إذن قال يا محمد إذن كلمه مباشرة قال يا محمد أخبرني عن الإسلام إذن يعرفه وكذلك في الأخير في الأخير قال يا عمر أتدري من السائل قلت لا الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتكم يعلمكم دينكم إذن هذه كلها علامات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف السائل نعم كان يعرف السائل وتكلمنا عن علامة ذلك في الحديث عدد أركان الإيمان كما جاءت في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن أركان الإيمان أين هي كما جاءت في جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قال له عفوا فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن هي ستة يعني هي ستة تؤمن بالله الأولى ثانية تؤمن بملائكته ثالثة وكتبه الرابعة ورسله الخامسة واليوم الآخر ثم تؤمن السادسة بالقدر خيره وشره يعني كما أجاب عنها السائل كما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هدف جبريل عليه السلام من زيارته لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الهدف أن يعلم يعني أن يعلم المؤمنين دينهم كان الهدف أن يعلمهم دينهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم نعم استغرج من النص علامات الساعة كما جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها الله أعلم بمراد رسول الله أن تلد الأمة ربتها قال بعض العلماء أن نصل إلى درجة أن الأمة تلد ربتها معنى العموم يعني الله أعلم بمراد الله كذلك أن ترى الحفاة العراتة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان كذلك الله أعلم بمراد الله في هذه الآية طبعا لا يمكننا أن نقول مثلا أن اليوم هناك نطحات سحاب وهناك بنايات كبيرة يتم بناءها في مختلف المدن هذا لا ينطبق لماذا؟ لأن اليوم أي عمارة تبنى هناك أهداف اقتصادية هناك مشاريع مرتبطة بها لكن ربما في يوم من الأيام سوف نصل إلى درجة أن إمكانية البناء تكون سهلة وبسيطة وبالتالي يصبح الناس يبنون بنايات فقط لكي يتطاولوا في البنيان بدون هدف تكون البناية هكذا بدون هدف يعني عندما نصل إلى هذه الدرجة ربما هذه من علامة الساعة أما اليوم البنايات العالية التي تبنى اليوم فهذا لا يمكن أن نعتبرها هذه من أشرات الساعة لماذا؟ لأن هذه البنايات لها هدف لها هدف ليس هدف وها فقط التطاول في البنيان وإنما هناك هدف يعني المدينة تحتاج إلى عمران ومساحة المدينة أصبحت يعني بالتالي فهذه ضرورة يعني البنايات العلية التي نراها في المدن حاليا فهي ضرورة لأن وسط المدينة لا توجد هناك أراضي للبناء وبالتالي فالحل هو أن نبني على الارتفاع وبالتالي تلك البنايات يكون لها هدف يعني فتكون فيها طوابق سكنية وفيها مكاتب لمختلف الأنشطة المهنية وبالتالي فلديها هدف أما المقصود هنا أن ترى الحفاة العراتة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني أن ترى أشخاصا حالهم حال فقر كما وصف هنا أن ترى الحفاة العراتة يعني هم حفاة عرات العالة هم حفاة عرات وعالة على الناس عالة يعني هل اليوم أحد الناس الذين يبنون العمارات اليوم هل هم عالة على أحد لا ليسوا عالة على أحد يعني في الغالب أغنياء ليسوا عالة على أحد وبالتالي فهنا هذا معناه أنه سوف نصل إلى في يوم من الأيام سوف يصبح هؤلاء العالة على الناس الذين لا يجدون ما يأكلونه وما يشربونه وما يلبسونه هؤلاء سوف يتطاولون في البنيان بطريقة ما وسوف يكون الهدف من البنيان هو التطاول فقط وليس لغرض اقتصادي أو لغرض إسكاني أو لشيء من هذا القبيل والله أعلم هذا ما يعني والله أعلم إذن استخرج من النص علامات الساعة كما جاءت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن قلنا ذلك إذن أنقلوا الجدول في دفتري ثم أصفوا تعارف كل من الإسلام والإيمان والإحسان إذن كما قلنا الإسلام هو خمسة أركان الشهادة وهي مفتاح الدخول في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني كل من شهد هذه الشهادة فهو مسلم فهو مسلم لا نستطيع أن نكفر أحدا إذن فهو مسلم ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن هذه أركان الإسلام هي خمسة أما الإيمان فأركانه ستة يعني كما قلنا سبقا أن نؤمن بالله تعالى أن نؤمن بملائكته أن نؤمن بكتبه وبرسله وأن نؤمن باليوم الآخر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره إذن هي ستة أما الإحسان كذلك الإحسان فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن هذا الإحسان وهنا ملاحظة جبري لم يقل له عندما تعرف الإحسان لم يقل له جبري صدقت قال فأخبرني عن الساعة لم يقل له صدقت ولم يقل له لم تصدق إذن ربما لم يكن هناك من داع لأن يقول صدقت لأنه صدق في الأولى صدق في الثانية فأكيد سوف يكون صدقا في الثالثة أيضا إذن هذا هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك إذن أحفظ الحديث الشريف أحفظ الحديث الشريف أستمع إلى الحديث الشريف بواسطة تسجيل سمعي ثلاث مرات أكتب من حفظي الجزء الأولى من الحديث إلى قوله صلى الله عليه وسلم فعجبنا له يسأله ويصدقه أقارن بينما كتبت ونص الحديث لأحدد أخطائي إذن يجب أن تحاول أن تحفظوا الحديث وكذلك تحفظه كتابة أقرأ تتمة الحديث على من بجانبي وأستمع إلى قراءته أيضا بالتناوب يعني تحفظ مع زميلك الذي بجانبك الحديث بالتناوب أحاول استظهار الحديث على من بجانبي وهو يسجل أخطائي على ورقة أستمع إلى استظهار من بجانبي لنص الحديث كذلك أحاول استظهار الحديث كاملا من حفظي يعني إذا تمكنت من حفظ هذا الحديث الشريف فهذا أمر طيب أوضفوا تعلماتي أستثمروا مكتسباتي السابقة لأتمم الخططة التالية أركان الإيمان إذن أركان الإيمان كما قلنا ستة أن تؤمن بالله تعالى أن تؤمن بملاكته تانيا ثالثا أن تؤمن برسوله رابعا أن تؤمن بكتبه خامسا أن تؤمن بيوم القيامة وسادسا أن تؤمن بالقدر خيره وشره إذن أتمم ما يلي لأحدد بعض الفوائد من أركان الإيمان يؤمن الإنسان أن الله قدر له رزقه وأجله وعمله لأن ذلك يشعره بالطمأنينة ويضمن له حياة سعيدة يعني حياة مستقرة يضمن له حياة مستقرة يعني ونفسية مستقرة أيضا أستخرج من الآيات التالية ما يندرج في أركان الإيمان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذن ما هي أركان الإيمان هنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذن الإيمان بالغيب يعني هو من الإيمان بيوم القيامة هو من الإيمان بيوم القيامة هذا ركن من أركان الإيمان لكن في الحديث أخبرنا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذن اليوم الآخر هو غيب الذين يؤمنون بالغيب وكذلك القدر خيره وشره هو غيب أيضا الأقدار المستقبلية المرسومة لنا هي غيب لا نعلمها لا ندركها يسأل الله تعالى أن يرزقنا من حيث لا نحتسب إذن الأقدار هي غيب إذن نؤمن بالغيب نؤمن بغيب الله تعالى إذن استخرج من الآيات الكريمة ما يندرج في أركان الإيمان الذين يؤمنون بالغيب هذا يندرج ضمن أركان الإيمان ويقيمون الصلاة هذا يندرج ضمن أركان الإسلام ومما رزقنا ومن ينفقون إذن هذه الزكاة إذن هذه الآية الثانية من سورة البقرة كذلك أيضا لدينا الآية الخامسة من سورة البينة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوتُوا الزَّكَاهِ إذن هنا ما الذي يندرج ضمن أركان الإيمان إذن وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءِ إذن هنا هذا دليل على ماذا؟ دليل على الإيمان بالله إذن أن تؤمن بالله إذن هذا دليل على الرقم الأول من الإيمان وهو الإيمان بالله تعالى ويقيم الصلاة ويتو الزكاة هذا من أركان الإسلام الآية الثالثة الآية الثالثة والثلاثين من سورة لقمان يعني يقول الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إذن أين هي الأمور التي تندرج ضمن أركان الإيمان إذن هي علم الساعة علم الساعة يعني اليوم الآخر إذن اليوم الآخر أيضا من أركان الإيمان وكذلك الله تعالى ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وهذا من القدر خيره وشره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا إذن هذا أيضا من القدر خيره أو شره يعني ما تدري نفس ماذا تكسب غدا هل تكسب غدا خيرا أم تكسب شرا إذن هذا أيضا من القدر خيره وشره وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير هذا أيضا من القدر وما تدري نفس بأي أرض تموت هذا أيضا من القدر للذين أحسنوا أيضا الآية الأخيرة من سورة الآية 26 من سورة يونس للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قثر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذين أحسنوا الحسنة إذن الحسنة هنا هي الجنة للذين أحسنوا الحسنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قثر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إذن هنا يمكن أن نقول الآيات تشير إلى اليوم الآخر الذين أحسنوا الحسن الجنة في يوم القيامة يعني نعيم الجنة يكون في يوم القيامة إذن هذا من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر إذن نصل الآن إلى أدعم تعلماتي من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة وعدد بعض أسمائهم ووظائفهم أتذكر أسماء بأي إذن أسماء الملائكة إذن لدينا جبريل عليه السلام هو الملك المكلف بالوحي الذي ينزل الوحي لدينا كذلك ملك الموت ملك الموت يعني الذي يأتي ليقبض أرواح البشر لدينا كذلك يعني خازن لدينا خازن الجنة وخازن النار كذلك لدينا يعني الملك المكلف بالنفخ في الصور إذن هناك مجموعة من الملائكة وكل ملك لديه وظيفة محددة إذن أتذكر أسماء بعض الرسل وأربط أسماءهم بالكتب التي أنزلها الله عليه إذن لدينا مثلا سيدنا يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الإنجيل وأنزل عليه الإنجيل كذلك لدينا سيدنا موسى عليه السلام وأنزلت عليه التوراة إذن هؤلاء هم يعني أشهروا الرسل وأشهروا الكتب كذلك أستحذر من صورة قاف بعض المظاهر الدالة على عظمة الله تعالى إذن هذه الآيات مثلا يعني تبين لنا عظمة الله عز وجل في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبثنا به حب الحصيد والنخل باصقات لها طلع نضيض رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميثة كذلك الخروج إذن هذه الآيات تدل على عظمة الله عز وجل إذن ذكرنا الآيات الكريمات التي تدل على عظمة الله تعالى أبحث عن بعض الفوائد التربوية والنفسية لأركان الإيمان على الفرد والجماعة مستدلا على ذلك بالنصوص الشرعية المناسبة إذن بعض الفوائد التربوية لأركان الإيمان يعني فالإنسان عندما يعلم يعني الركن الأخير من أركان الإيمان أن نؤمن بالقدر خيره وشره الإنسان عندما يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم أن كل ما أصابه من خير فمن الله وكل ما أصابه من شر فهو من قدر الله فيحتسب ويطلب عند الله الأجر إذا كان قدره شرا ويطلب ويشكر الله تعالى ويحمد الله عز وجل إن كان قدره خيرا فالفوائد التربوية والنفسية لهذا الأمر أن الإنسان يطمئن ويعلم أن ما يأتيه يأتيه من الله تعالى إذا فلا داعي للجزع ولا داعي للخوف والحلع والدخول في أمور أمرأة تؤدي إلى أمراض نفسية ويعني يدخل الإنسان من سيء إلى أسوأ فكل الأقدار خيرها وشرها فهي من الله تعالى إذا الإنسان يكون مطمئنا بكل أقداره وبجميع أقداره يعني فهذه لها فائدة تربوية ونفسية كبيرة يرتاح فيها الإنسان المؤمن يرتاح فيها كيفما كان القدر فهو من الله فلا داعي للهلع والجزع إذن هنا تزكية أؤمن بربي وأحرص على الاستقامة والإخلاص في العمل إذن الإنسان يؤمن بربه ويحرص على الاستقامة والإخلاص في عمله أستعد للدرس القادم أبحث عن معنى قول الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك إذن من الآية التاسعة والعشرين من سورة قاف إذن أبحث عن معنى هذه الآية الكريمة أستحذر بعد صور التهكم والسخرية التي كان المشركون يواجهون بها دعوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذان المطلبان هما في إطار الاستعداد للدرس القادم قبل أن نختم هذا الدرس أحب أن أشير هنا إشارة طيبة إذن هذا الحديث الشريف حديث رائق وجميل إذن عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سوادي الشعر لا يرى عليه أثر صفر من الفوائد الغير مباشرة أو المباشرة لهذا الحديث الكريم إذن يقول هناك مواضع كثيرة تحتنا على ذكر الله تعالى يعني على الاستقامة وعلى ذكر الله تعالى وحتى أن الإنسان إذا داوم على الاستقامة وعلى ذكر الله تعالى وإتيان الطاعات وتجنب المعاصي فيصل إلى درجة يعني يصافح فيها الملائكة يرى فيها الملائكة ويصافح فيها الملائكة الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الوضع في ذلك اليوم في تلك الساعة كانوا متحلقين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدكر وفي قراءة القرآن وفي طاعة الله وفي اجتناب نواهيه لدرجة أنه دخل عليهم جبريل عليه السلام دخل عليهم ورأوه وشاهدوه وجاء لرسول الله وكلمه وسمعوا ما قاله لرسول الله وسمعوا جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هنا هذا دليل على ماذا دليل على أن الاستقامة والذكر واتباع يعني اتباع كل ما طلبه من الله عز وجل ورسوله تؤدي إلى هذه النتيجة يعني أن نستطيع أن نرى الملائكة رضوان الله عليه يعني لا تحسبوا أن الصحابة رأوا جبريل عليه السلام هكذا يعني رأوه لم يراه إلا إلا عندما كانوا مستحقين لرؤيته قد كانوا رضي الله عنهم مستحقين لرؤية سيدنا جبريل عليه السلام فرأوه على هيئة بشرية هذا من ناحية من ناحية أخرى هذا الحديث يعني هناك تكلم عن المكذبين يعني الذين يكذبون بالوحي ويكذبون به يعني عندما جاء جبريل على هيئة رجلين شديد سواد الشعر شديد بيض التياب لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه أحد منا لا يعرف أحد منا الصحابة الذين كانوا متحلقين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من كبار القوم كانوا يعلمون الصغيرة والكبيرة يعني في مكة وفي المدينة كانوا يعلمون الصغيرة والكبيرة لا يمكن أن يأتي شخص لا يعرفونه ولا يعرفون من أين أتى إذن يعني هذا يعني هذا كلام للمكذبين الذين يكذبون بالوحي ويكذبون به فلو كان فهذا دليل هذا من الأدلة التي يمكن أن نسوقها لنبين يعني أن الحديث كان أن الوحي حق وأن جبريل حق وأن الرسول عليه الصلاة والسلام حق يعني لو كان شيء يعني غير لو عرفه أحد أو لو كانت هناك أي شيء من من يمر ببالي المكذبين يعني لما لما سكت الصحابة لما سكت الناس الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سكتوا يعني إذن هذا إذن نسوقه كدليل عن صحة الوحي وصحة النبوة يعني أنها نبوة يعني للمكذبين الذين يكذبون حتى لدرجة أن أحدهم ادعى ادعى أن يعني أن يعني قصة الرسول عليه الصلاة والسلام عفوا قصة الرسول يعني السيرة ما حصل يعني ما حصل ما بين الكفار القريش وما بين المسلمين والهجرة وأحدهم ادعى أن المكان الذي حصلت فيه كل هذه الأحداث ليست في مكة والمدينة بل حصلت في في مكان آخر في الشام ادعى أنه حصل في مكان آخر يعني أحيانا يأتينا بعض 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 الحمقى بعض الحمقى بأشياء غريبة أشياء غريبة يعني مع أن مع أن نبوة النبي ليست ليست ببعيدة يعني ليست ببعيدة يعني اليوم تقريبا 1600 سنة يعني مرت عليها ليست ببعيدة ومع ذلك يأتي البعض من يدعي ويعني يخترق يختلق الأوهام ويخترق قصصا من عنده يعني من عنده لا حول ولا قوة إذن هاتان ملاحظتان أحببت أن أقولهما لكم لكم يعني لكي تكون كإضافة لكي تستخدموا هذا الحديث في نقاشكم إذا اضطرتم لذلك إذن أشكركم على حسن استماعكم ونلتقي في الدرس المقبل شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة